بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم شباب رب تكونوا كلكم بخير وبصحة وبسعادة انتو صاركوا الكريمة اه وربنا ان شاء الله باذن الله يجمعنا بكم على خير ان شاء الله قريب اه النهاردة انا حابب باذن الله اتكلم عن الجزء الخاص في في ان شاء الله هنبتدي النهاردة اول محاضرة المحاضرة بتاعتنا باذن الله هتنقسم لجزئين الجزء الاولاني ودي الاولانية هتبقى متعلقة طبعا انا واجه التحديد الكيدني طبعا والنقط اللي احنا هنتكلم فيها ان شاء الله هنستعرضها مع الباوربوينت اه معلش هي المحاضرة اتأخرت شوية لاني انا كنت مستني بس اه اه دكاترة الاناتومي ودكاترة الهيستولوجي اه يكونوا خلاصوا الجزء الخاص بيهم لان طبعا انا في حاجات هعتبر عليها في شرحي في الفيسيولوجي على اه ان انتو كنوا فاهمين الكلام ده سواء كان في الاناتومي او في الهستولوجي اه بالنسبة لكلامنا النهاردة ان شاء الله اه كلام يعني اول حاجة هنبتدي بكلام بسيط خالص عن واليورينار سيستم ده بيتكون من ايه طبعا كلكم عارفين في البداية خالص هو عبارة عن اللي هم موجودين في البستيريور الابدومنا دول داخل فيهم ارتري كبير اسمه ده بيعتبر من اللي هي من الشرايين اه المهمة في الجسم اللي هي اه ملهاش يعني ما بتخشش تعمل تفرعات ولا الكلام ده كله هو وطبعا بيطلع زي ما انتو شايفين اللي هو اللي باللون الازرق ده اه اه رينال فين ودول بنسميهم اه سواء ارتري او فين وبعد كده في عندك بيطلع من كل كيدني منهم سواء كانت ريت كيدني او ليفت كيدني بيطلع تو يوريترز والتو يوريترز طبعا هدفهم من هما هنعرف تلوقتي ان هما بيعملوا اه عشان يوصلوا لليوريناي بلادر ويوريناي بلادر دي عبارة عن بلون لايك ساك هدفها الرئيس ان هي تعمل اه ترانزشنال اه ستوريج اوف يورين وبعد كده بيخرج اليورين عن طريق العملية اسمها من خلال الاكسترنال او الانترنال يوريناي سفنكتر تمام زي يوريناي ساستم ادي الكيدنيز ال بلوت سا بلاي رينا الارتريز و رينا البيينز اليوريتر اليوريناي بلادر اليوريثرا في نقطة بالنسبة لليوريثرا احنا عوزين نتكلم فيها بالنسبة للميل وفي الفيميل اليوريثرا وطبعا ده كاترتنا في الباثولوجي اكيد هيقولوها لكم دي طبعا الاجزاء زي ما احنا قلنا كيدني وده دورها ان هي بتعمل وابعد كده اليوريثرا الي هي طيب بالنسبة الجزئية الي احنا بنتكلم فيها بالنسبة للميل والفي ميل والفرق ما بينهم طبعا احنا هنا بالنسبة للميل زي ما انتم شايفين اه في الصورة موضحين لي جدا ان اليوريثرا في الميل بتبقى اه لونجر ذان في ميل طبعا التين المتفقيد مع بعض ان هم موجود في هم حاجة اسمها وفي حاجة اسمها طبعا ده طبعا يعني دي حاجة انت ما بتتحكمش فيها ما تقدرش تمسك اللي هو اليوريثرا الانترنال ده ما تقدرش تتحكم فيه انما اللي بتتحكم فيه هو طبعا التايم او الخاص ان انت تعمل حمام امتى دي المقطوع انا يكلم عليها في ان شاء الله انما بالنسبة للجزء اللي انا عاوز اتكلم فيها في الحتة دي طبعا بالنسبة لي اليوريثرا في الميل بيبقى لونجر ذان في ميل وده بيبدي ان الفيميل بتبقى مور سسيكتابول لحدوث اللي هو زي ما انتو شايفين كده في الصورة اني الفيميل يوريثرا لان في بتاعها بيبقى اه قصير وبالتالي طبعا من السهل جدا انيحصل بالنسبة للفيميل اكتر من الميل طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف الفونكشن وده الحتة اللي تهمني جدا انا كفيسيولوجي او جزئية بتاعت الفيسيولوجي وهي ايه هو الرول اف ده كيدني طبعا هو اول ما بيوصل يعني الكيدني طبعا هو اهم موجود او اهم موجود جوه هو ده المسؤول الاساسي اللي احنا نتكلم فيه طبعا سواء كان بقى او طبعا ليهم دور لكل واحد زي ما انت شايف ان هدف الرئيس ان هو يعمل اما بالنسبة فهدف الرئيس ان هو يعمل اه ويعمله طبعا او لحد ما بيبقى عن طريق اليوريثرا. اما بالنسبة للفونكشن اللي تفرحيتني هي مسؤولة عن الصراحة في كل حاجة تقريبا في الجسم. اول حاجة خالص هو ليها رول اسمه اللي هو وطبعا دورها ان هي تعمل الحاجات كتيرة جدا. اول حاجة بتعمل اللي هو او بالنسبة للبادي ووتر. ومن ثم لما بتأثر على بتأثر على يبقى بالتالي هي بتأثر على من خلال انها بتأثر على كمية المياه لداخل الجسم. تالت حاجة هي بتأثر على وبالتالي بتعمل وليها رول مهم جدا هنتكلم فيه. تمام? الحاجة اللي بعد كده ان هي ليها دور مهم جدا في وطبعا وطبعا سواء كان او والكلام ده كله احنا هناخده. ليها دور مهم جدا في او بالنسبة للبلد. وان هي تحافظ على تلتميت ميلي اوزمول بر ديتر اللي هو تمام? ودورها المهم بقى اللي هو اول ما بيطرق لزهن حضرتك ان هي بتبقى هدفها اللي هي بتعمل يبقى بتعمل وطبعا هو يبقى بالتالي بتكون يورين واليورين ده عبارة عن الفضلات بتاعة الجسم. اخر حاجة ودي مهمة جدا 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 ان هي بتعمل طبعا ودي هنتكلم عليها تمام? يبقى ندلوقتي عندي ووتر بالانس الكترولايت بالانس ودي نسينا نقولها الصراحة. الووتر بالانس والالكترولايت بالانس والبلازما فوليوم والاسد بيز بالانس والاسمولاريتي بالانس دول كلهم بيندرجوا تحت مين? طبعا تحت عنوان مين? تحت هميوستاتيك فونكشن. والاكسكريشن. ثم اخر حاجة هورمونال سكريشن. ده بالنسبة للفونكشن احنا هناخد طبعا اول حاجة بالنسبة وانا عشان كده اتكلمت في نقطة الاناتومي. ده بيعتبر واحد من اللي في الجسم. وبالتالي طبعا احنا خدنا قاعدة اساسية ان اللي في الجسم كلها ربنا سبحانه وتعالى بيديها حماية خاصة. والحماية الخاصة ده من خلال مين? كابسول او ساك بيبقى حواليها بيحافظ عليها. زي ما خدنا وعرفنا قبل كده ان الهارت او الكارديك مصل بيبقى حواليها البريكارديوم. اللونج اللي بيبقى حواليها البلورة. فالكيدني برضو حواليها كابسول. الكابسول ده طبعا هدفه ان هو يعمل لها وفي نفس الوقت هدفه ان هو يعمل لها في البوستيريو الأبدومنال وول ان هو بيسبتها سابورت وبروتيكتو ذا كيدني. والحتة دي طبعا ديها رول كمان في الباثولوجي هتاخدوها ان شاء الله ان اي اي خبطة المفروض ان هي بتتخبط في البوستيريو الأبدومنال آآ لازم اتطمن ان الكيدني ما يكونش حصل فيها مين? حصل فيها في الكابسول او حصل فيها مسلا لقدر الله ان يسيه في داخلي جوة الكابسول. عشان كده العيان ده دايما بيتحط تحت الملاحظة وبيتسب لمدة اربعة وعشرين تمانية وعربعين ساعة ده اي حد بياخد خبطة في جنبه من ورا من ظهره من ورا. مش من قدام. طيب تمام. بالنسبة للنفر. ايه هو النفرون بقى? قال لك ده النفرون ده قصة مهمة جدا. طبعا النفرون ده عبارة عن ايه? اللي احنا بنسميها اللي هي الخلايا الموجودة في الكيدني. قال لك النفرون ده دي قصة وهنتكلم عليه دلوقتي ان شاء الله وهنعرف ايه هو الاجزاء بتاعت النفرون وايه هي بتاعت النفرون. بس مبدئيا تبقى عارف ان النفرون ده ليه خاصية مهمة جدا ان هو المفقود منه لا يعوض. يعني بنسميه يعني ايه? يعني خلايا سبتة هزي الخلايا السبتة لو مات منها خلايا او اتنين او تلاتة لا تعوض. انت بتبقى مولود الكيدني بتبقى فيها حوالي كل كيدني يعني ايش كيدني بيبقى فيها حوالي من مليون لمليون ومتين الف او مليون وتلتميت الف آآ نفرون. وطبعا النفرون ده ليه اجزاء وليه مهمة جدا. انت الكيدني بتاعتك كزا نفرون لهم المليون او المليون والمتين الف دول بيتجمعوا مع بعض بيجمعوا لي مين? بيجمعوا لي اليورن. وهم دورهم انه هم اللي بيعملوا ايه? تلات خطوات بيعملوا وبيعملوا وبيعملوا عشان يكونوا لي مين? ولا طبعا هنتكلم عليه في الاخر يبقى هو اللي بيجمعوا مع بعضه بيكونوا لي حاجة اسمها ده اللي هو البول الاولي اللي بينزل بعد كده بيخش في اللي بيجمعوا مع بعضه بيكونوا لي حاجة اسمها رينا البالبس والرينا البالبس ده شباب بعد كده بينزل في اليوريتر ويكمل على اليورينابلار ثم يخرج اليورن عن طريق مين? عن طريق اليوريثرا طبعا من خلال الانترنال والاكسترنال يوريثرا سفنكترز. طيب ده بالنسبة لمنظر النفرون وده هنتكلم عليه اكتر من كده كبان اا ان شاء الله في الجزء التاني من المحاضرة دي. اا النفرون بتتكون زي ما انتم شايفين اول حاجة خالص اللي هي الراس بتاعتها من قدام. اا دي بيسموها وبعد كده بيكمل اللي هو التيوب اللي داخل اللي هو فيه والووتر والكلام ده طبعا ده اللي هو اسمه وبعد كده بيكمل الحتة اللي هي اقل منها في السماكة شوية دي بيسموها وبعد كده بيكمل بيطلع طبعا فوق الحتة بتاعت الاوتر مضالة دي وبيكمل على اساس ان هو اسمه وبيكمل في الاخر خالص على حاجة اسمها ايه? طبعا النفرون كلها بتتجمع معرفة بتعمليه حاجة اسمها في الاخر اللي هو بتاعتها طيب ده بالنسبة من الداخل طبعا بالنسبة للكيدني فيه نقطة مهمة جدا اللي هو بيسموها المكروسكوبيك دي بايك او بتاعتهم وطبعا احنا الكلام ده عارفينه في في الفيثاليجي سوري اا Lucifer ااا اا 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 لو بسيت على الكيدنية من الواهلة الاولى هتلاقي الكيدني بتتكون من لونين يعني لون بلى بيبقى بيبقى اوتر دارك او بيسموه ديبر ديبر كالر او بلونه تبقى في شجرة خ устройانيه طبعا بالنسبة للأوتر اللي هو ديب أو دارك كالر ده بيسموه كورتيكس اللي هي بيسموها القشرة تمام؟ أما بالنسبة للأوتر اللي هو الجزء الداخلي اللي يبقي ده بيسموه المضلة اللي هي بيسموها النخيع اللي هو الجزء الداخلي بتاحا يبقى الكي فتتتكون من كورتيكس ومضلة الكورتيكس اللي بتعتبر مع Lynch وطبعا ليه خدها او ليه شكلها بقى عشان دي موجود فيها مين بتاعت يبقى بالتالي عشان وجود اللي هو طبعا انت عندك مليون او مليون ومتين الف او مليون تلتمية الف وبالتالي الكورتكس كول لها بتديني بالنسبة لها فبالتالي بيديني حاجة اسمها اما بالنسبة للا بيبقى عبارة عن مين بتبقى عبارة عن اللي هو الجزء الداخلي من الكيدني اللي هو الجزء اللي في النص وده بيبقى لونه افتح شوية وده بيبقى موجود في الايه وموجود في تمام وبالتالي طبعا احنا بنقول اللي هو اللي هي المضالة او النخاع بتاعها طبعا انا مش هتكلم فيها المهم ان هي مسؤولة المضالة دي مهمة جدا جدا وهي جسرتها كمان في نقطة مهمة جدا اسمها ايه? ازاي اقلية اقدر اعمل والكلام ده احنا هناخده قدام شوية تمام يا شباب? بعد كده ادي المنظر زي ما انتم شايفين كده ادي الكيدني اه بتبقى شكلها عاملة زي اللي هي عاملة زي حباية اللوبيا طبعا اه داخل لها اللي هو باللون الاحمر وطالع منها اللي هو باللون الازرق وطبعا طالع منها اللي هو بيكمل على انه لو جينا عملنا لها اه لانجتريدرال سيكشن لقينا اني الكيدني من المنظر الزرق داخلي بتاعه ادي الكورتكس وطبعا بيبقى لونه بني طبعا غامق شوية والمضلة بتبقى افتح منه شوية طبعا احنا قلنا ان الكورتكس ده بيبقى عبارة عن اما بالنسبة للمضلة بتبقى عبارة عن تبقى طبعا زي ما انت شايف كل اه مضلة من جوة موجود فيها مين موجود فيها اه اه او بابلي وكلهم بيصبوا بحاجة اسمها وبعد كده بيبص على الحتة اللي طلع دي المنتفخة شوية دي اسمها والرينا البلوس لا يعتبر على هذا الاول التصلي ؟ الاول لينظر ودرينا البلوس وادي طبعا وادي دي الحاشات والرينا البلوس طبعا كاليس دي جامعة كلكس وطبعا dioنا في الكيدني وبعد كده يريد الرينا البلوس بالتصلي AC bueno ي Yam Paixo طبعا ده منظر تاني للكدني من داخل آآ من الداخل طبعا وزي ما انتم شايفين اللي بيخش وطبعا بيتفرع الى افرع صغيرة وطبعا ده والمضالة موجودة والرين البابيلا موجودة والرين الكولمز والفايبرس كابسول حواليهم وطبعا في عندك حاجة اسمها طبعا ده كله ده اناتومي وكلام ده انتم هتخدوه اناتومي ودكاترتنا في الهستولوجي اكيد هيشرحه لكم في دي تيلز طيب بالنسبة للرينال بروسسز طبعا اللي هي عمليات اللي بتتم في الكيدني بتتم عن طريق مين هو مين الاساس مين حجر الزاوية زي ما بيقولوا هو طبعا النفرون وبالتالي النفرون بتقوم بتلات وظائف مهمين جدا جدا جدا. الوظيفة الاولانية ان النفرون دي بتبقى اه اه عملة زي المصفة وبالتالي طبعا دورها الاساس ان هي تعمل او او مش هقول في اه يورن هو بيكون حاجة اسمها يبقى بالتالي اول دور ديها ان هي تعمل جلو مريل يبقى بتعمل لي مين البول الاولي طبعا ليه سميته اولي لانه طبعا في الاول هو هيتحط عليه حاجات تانية تبقى تبقى وحاجات تانية هيتم امتصاصها يبقى تبقى او وبالتالي طبعا هيبقى موجود في اللي هو اخر جزء من اجزاء من اجزاء يبقى بالتالي ده اول خطوة اللي هي عملية الترشيح اللي هي الخطوة التانية اللي هي ودي طبعا في بعض العناصر اللي بيتم حدوث من خلال بتاعها بيتم انتصادها بالكامل وفي عناصر اصلا او في مواد طبعا من البلد ما بتخشش جوه او ما بيحصلهاش زي ما هنعرف دلوقتي تمام العناصر اللي ما بيحصلهاش هتعرف ان هي البروتين ما بيحصلهاش وطبعا حتى المفروض ان هو لو حصله وبينزل في بيحصله ده في امتى في عشان بس ان نبقى واضحين ان هو مش في كل الاشخاص لا في ناس عندهم سكر في البيول وفي ناس عندهم بروتين في البول بس دي بتعتبر انا بكنا مع الفيسيولوجيك الاسبكت تمام الخطوة التالتة ان بتعمل حاجة اسمها في عندك حاجة هتعرفها دلوقتي حوالين نيفرون اسمها دي طبعا بتبقى لفة حوالين بتاعت النيفرون ودي بدورها ان هي بتعمل مين بتعمل بعض العناصر جوة على اساس ان هي تعمل وفي نفس الوقت زي مسلا هنعرف ان شاء الله ليريه دي من الحاجات اللي بيعمل لها سكرشن سابستانس تو بي المينيت فروم دا باري انتو زا تيوبيول فروم دا بلود وده طبعا دور اللي هو تيوبيلر سيكريشن يبقى في تلاتة مهمين جدا بيحصلوا في التيوبيول او بيحصلوا في النفرون اول حاجة تاني حاجة تاني حاجة تيوبيلر ري ابزوربش يبقى تيوبيلر دول بالنسبة لك التلاتة حاجات او التلاتة اللي احنا بنقول عليهم طبعا الصورة اللي انتو شايفينها دي قدامكم بتوضح لي ازاي انا دلوقتي عندي يبتلي ينقسم الى افرع صغيرة 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 اللي هي بنسميها لحد ما توصل لحاجة اسمها ايه هتلاقي جوه الكعبيرة بتاعت دي اه اللي احنا بنسميها بتاعتي اللي عاملة زي كورومبا دي داخل لها افرنت ارتريول وطلع منها افرنت ارتريول طلع منها افرنت ارتريول طيب الافرنت ارتريول ده بيدخل البلد بحيس ان هو يحصله تمام بيحصل بينزل من خلال الكابسول ده او اللي احنا نعرف دلوقتي ان هو عامل زي المصفة وده بيصفي البلد وبعد كده بيدخلي الحاجات دي جوا زي ما انتم شايفين كده جوا تيوبيول جوا او جوا بتاعك هيحصل يتنقل من جوا يخش جوا البري تيوبيول الكابلاري ادي اللي هي حوالين مين حوالين او حوالين وطبعا في نفس الوقت عملية سلم وسطلم سلم وسطلم يعني ايه يعني هيطلع لي دي في في عملية اسمها وبعض الحاجات اللي انا مش محتاجها في البلاد بتاعي او في البرد بتاعي هسلمها من جوا مين جوا في عملية اسمها ايه علشان في الآخر خالص يعني ان انا انهي اللي تكون بقى في الاول له خالص اخد الحاجات اللي انا عايزها وطلع الحاجات اللي انا مش عايزها وبالتالي طبعا هيبتدي ايه عملية استلم دي لحد ما انا اوصل لاخر حاجة خالص انا مش عايزها في الجسم اللي هو بنسميه تمام طيب وتاكيدني لسه زي ما احنا بنقول برضو بعض بتاعتك وطبعا اول ما بيجي في دماغ اي حد فينا يبقى هو دور هو بيعمل ي ما هو النقطة اللي احنا كلمنا عليها بلزمة هميوستاتيك respectable طبعا نحن بس لهوا بلد فوليوم وووتر فوليوم وطبعا الالكترولايت بالانس دي يعني من الحاجات الخطيرة جدا طبعا ان هو بيتحكم في بتاع العناصر المهمة جدا والالكترولايت زي السوديم والبوتاسيوم والكولورايد والبيكاربونيت على اساس ان هو كمان بيلعب من خلالهم في مين في الاسد بيس بالانس من خلال زي ما هناخد بعد كده. كلام ده انا بكلم بعد كده ان شاء الله الكلام ده هيتخذ بريف او آآ لكل جزئية آآ بالنسبة لها خاصة ليه. تمام? طيب هو بيعمل وبيعمل 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 ثم اخر حاجة بيعمل طبعا هتعرف اني الكيدني دي هرول مهم جدا يمكن انتم خدتوه في ان هو اثناء عملية وده بيلعب دور في البلد جلوكوز هوميوستيس. دورينج فاستنج. بيبتدي الكيدني تحول زي الفات وزي البروتين الى كاربوهايدريت سورس اللي هو الجلوكوز. عشان يرفع البلد جلوكوز. فعملية اسمها جلوكو نيو جينيسز. جلوكو نيو جينيسز. فالعملية دي طبعا اللي هي عملية الجلوكو نيو جينيسز لو فورميشن او فورميشن او جلوكوز فروم نون كاربوهايدريت سورس. دي بتعملي غير انه هو كمان بيعمل طبعا من خلال مين? من خلال انه هو بيمنع البروتين انه هو ينزل في اليورين. وبيمنع الجلوكوز انه هو ينزل في اليورين. وبالتالي طبعا في النوربال بيرسن. فرزنو بروتين. فرزنو جلوكوز مفيش لا جلوكوز ولا بروتين. دا في النوربال بيرسن. تمام? دا اسمو هوميوستاتيك. فوقتشن أو هوميوستاتيك رجوليشن أو بلد بلازم. او بلد بلازمه. او بلد بلازمه او ثرو زه كيني. طبعا بيعمل فلتر اشن او دا طبعا الكسكرشن مع نفس الكلام. أو كورن ماتيريالز الحاجات الزيادة على الجسم. زي طبعا سوديم بوتاسيوم والالكترولايت ريموفينج الباتيريال فروم بلاد الحاجات اللي هي الزيادة. المهم ان انا بقى اوصل بالنسبالي للفل الطبيعي بتاعي اللي هو النسب اللي احنا متعرف عليه. يعني مسلا السوديم ما يزدش عن مية خمسة واربعين ميلي لانه الطبيعي بتاعه من مية خمسة وتلاتين لمية خمسة واربعين ميلي بالنسبة للبوتاسيوم ما يزدش عن خمسة ونص على سبيل المثال يبقى هو الطبيعي بتاعه من تلاتة ونص لخمسة ونص طيب لو حصل خلل في وظائف الكلة طبعا هتلاقي السوديام ده عالي مش عارف مين عالي فبالتالي طبعا بيحصل خلل سواء كان كان في سواء كان في سواء كان في كل الكلام ده بيحصل فيه خلل كبير جدا طبعا والمناسبة لو انا سألت سؤال كده وقلت لك هو مين اخطر هل هو السوديام ولا البوتاسيوم ان هو يحصل مسلا في مشاكل السوديام اخطر ولا البوتاسيوم اخطر لا طبعا البوتاسيوم اخطر ليه البوتاسيوم اخطر لانك لو بصيت على بتاع البوتاسيوم المفروض ان هو بيبقى من تلاتة ونص الخمسة ونص ملي اكويبلانت برليتر اما بالنسبة للسوديام بيبقى من مية خمسة وتلاتين لمية خمسة واربعين ملي اكويبلانت برليتر ده معناه اني بتاع البوتاسيوم اقل وبالتالي طبعا اي تغير وان كان بسيط هيأثر بصورة كبيرة جدا وبيعتبر يعني تعتبر حالة مميتة ده لو البوتاسيوم اتلعب فيه شوية طبعا انت عارف ان مهم جدا سواء فيه في كل حاجة علشان طبعا والكلام بتاع زماء تمام كده طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف حاجة اسمها يعني ايه زي ما احنا قلنا ان موجود فيها تخيلها كده عبارة عن مصفة المصفة دي انت لو حطتها تحت حنفية المية وشغلت الحنفية هتلاقي الحنفية بتنزل المية من المصفة تماما ما فيش مية هتفضل في المصفة لك انت تخيل يعني انت تقدر تتخيل ده هتتتخيل ده ازاي اني الكليا بتعمل نفس الكلام بس الكلية بيبقى ميها مؤميزة وطبعا هتاخدوها في الهستاليش عبارته اني موجود تحتيها تحت الخرام بتاعت المصفة موجود عندك ده دوره ان هو عامل زي وقت الترشيح يعني بيعدي حاجات ما بيعديوش حاجات بمزاجه بمزاجه وده هترسموه تاخدوه بالتفصيل في الهستاليش المهم اني انا الوقتي عندي بيحصل للبلود يوميا في الكيدني مية وتمانين لتر بيحصل لهم ازاي ازا كان انت بتقول مسلا او احنا اخدنا قبل كده خمسة وستة من عشرة لتر قال لك اهما والخمسة وستة من عشرة دول بيمروا منهم من عشرين لخمسة وعشرين في المية منهم بيمروا خمسة وستين مرة على الكيدني يوميا اللي احنا بنسميها ايه اللي هو من بيمثل من عشرين لخمسة وعشرين في المية من بيمر على الكيدني خمسة وستين مرة وبالتالي طبعا لو بسيط هتلاقي ان في بيحصل لك كام مية وتمانين لتر يوميا مية وتمانين لتر يوميا انا قال لك اه تمام طيب المية وتمانين لتر يوميا اللي هما بيعملوا لي حاجة اسمها او بيمتص منهم من مية تسعة وسبعين لمية تمانية وسبعين لتر يوميا يعني اللي هيتبقى اللي هو من لتر اللتر ونص او لتر اللترين اللي احنا بنسميهم مين اللي هما بيكونون يبقى انت السيادتك بيحصل للبلد بتاعك خمسة وستين مرة يوميا بيحصل لمية وتمانين لتر يوميا وبالتالي طبعا اللي بيتم انتصاصه من مية تسعة وسبعين ومية تمانية وسبعين لمية تسعة وسبعين لتر يوميا وبالتالي اللي كمية اللي انت هتهزلها في اللي هي حوالي كام? حوالي من لتر لتر ونصف او لترين. تمام? البروتينز نوت فلتر ودي نقطة مهمة جدا. البروتينز نوت فلتر لانه كمان هتعرف ان وزي ما هناخد في النفرون هنعرف ان ده ما بيعديش الا الحاجات اللي هي مين? حجمها صغير. كل ما كان آآ آآ او المولاكيولار سوري بتاع دي كبير كل ما كان فيه صعوبة انه هو يعدي من وبالتالي البروتين حجمه كبير فما بيعديش ده في الطبيعي. تمام? ده الفورسز انفولفد انجلوماريورا فلتريشن. ايه هي الفورسز? في عندك فورسز فيفر زي في حاجات عوزة او بتحفز حدوث الفلتريشن وفي حاجات بتمنع حدوث الفلتريشن لها بتسميها اه اه اوبوزنج الفلتريشن. اوبوزنج الفلتريشن. ايما في حاجة فلتريشن اللي احنا نسميها وبنديها ده زي ما انت شايف كده في الرسمة قدامك. وفي حاجات بتمنع فبالتالي بنسميها اللي هي بتقلل الفلتريشن. طيب انا عندي بيحفز الفلتريشن وفيه بيقللوا الفلتريشن. اول حاجة بالنسبة للفورسز اللي بيحفز الفلتريشن. لو بصيت في عندك حاجة اسمها جوه. ندخل في عندي وطلع من عندي قالك هنا اني الديامتر بتاعه اوسع من يعني الداخل ده مثلا الديامتر بتاعه سبعة سنتي سبعة هتخيل بس انسو سبعة سنتي يبقى الديامتر بتاعه حوالي اربعة سنتي يعني فيه تلاتة سنتي فرق طب دول هدفهم ايه انه يحصل يبقى انت لما بيجي يعد من ويخش على هتيجي تلاقي الديامتر الف بالتالي في فبالتالي بيزود جوه مين? جوه يبقى بالتالي يعمل لي حاجة اسمها ايه? وبالتالي ده بيعتبر وبالتالي ده اكبر اللي هو بيساوي مليميتر ميركري وهدف الرئيس ان هو يععمل مين? يبقى هدف الرئيس ان هو يعمل الترشيح فاهمنا يا رئيس يبقى دي النقطة الاولى ايه? النقطة رقم اتنين اللي هما اتنين وتلاتة بقى اللي هما بيمنعوا لي احنا قلنا ان ما فيهوش بروتين ولكن اللي موجود في وفي مسلا ده في بروتين وبالتالي ده بيعمل لي حاجة اسمها ايه? اسمها ايه? او بيسموها لها اسم تاني اسمها كولايد اسمها ايه? كلمة يعني غروي. يعني وجود البروتين في البلود اللي موجود في واللي مش موجود في بيخلي الماء او بيسمح بمرور الماء من من الفلترات يروح للبلود وبالتالي طبعا بيقلل الفلتريشن اللي بيزوده لا يقلل الفلتريشن يقلل الفلتريشن وده بيمثل ايه? تلاتين مليميتر ميركري تمام كده? اما بالنسبة او بالنسبة التالت اللي هو طبعا لما بيحصل ان هو بكل شوية عمل يعمل فلتريت 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 يبقى بالتالي بيزود جوه جوه وبالتالي ده عاوز يعمل مين عاوز يخرج من او من يروح تاني مين يروح تاني يبقى بالتالي بيقلل ولا بيزود لا بيقلل يبقى بالتالي انت عندك اتنين بيقلل له في المثل كام بيمثل خمستاشر مليميتر عشان كده لو جمعت وطرحت يعني انا لو لو قلت خمسة وخمسين مليميتر ميركري وجمعت الاتنين اللي هما اللي اللي هو تلاتين وخمستاشر بقوم خمسة واربعين هلاقي بتاعتك عشرة مليميتر ميركري يبقى مين له هيبقى ليه الغلبة الفلتريشن ولا الفلتريشن لانه هو هيبقى اكتر منهم عشرة مليميتر وبالتالي يسمح بمرور مين? يسمح بمرور من البلود لمين? من البلود لداخل آآ آآ تمام كده يا شباب? يبقى بالنسبة لك بعد كده لما حصل نزل جوه هنعرف اين رحلة بعد كده ان شاء الله بازن الله في المحاضرات اللي بعد كده بس انا عاوز اقول لك اني في حاجات بيتم امتصاصها بكمية كبيرة جدا في او منها الووتر بيتم امتصاص تسعة وتسعين في المية اللي هي حصلها بيتم امتصاص تسعة وتسعين ونصف في المية من السودية من اللي بيحصل له يبقى اليورية بيتم امتصاص زيرو برسنت وبالتالي هو ما بيحصل له تمام يا شباب يبقى انا بالنسبة لك يبقى انا بمجرد ما اني عملت المفروض ان هذا بيتم امتصاص الحاجات الاساسية وبيتم خروج الحاجات اللي مش انا محتاجها تاني في تمام? طبعا هنعرف بعد كده ان بيتم عن طريق يعني ان جواها بيتم امتصاص المية او بيتم امتصاص الالكترولايز زي السوديم والبوتاسيوم والكلورايد وبيتم امتصاص زي الامينو اسد والجلوكوز عن طريق تلات حاجات طبعا والكلام ده احنا اخذناه في 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 اللي هو في سنة اولى اه عرفت ان في حاجة اسمها طبعا المسال بتاعك اللي هو وده بيتم عن طريقه المية وطبعا اللي هو اللي هو البلوكوز يعني والامينو اسد دول الحاجات اللي بيتم امتصاص الخلاله طبعا ده منظر انه بيحصل ازاي ادي لو اعتبرنا ان ده ودي السل وده البلازمة البلازمة ده موجود في اللي حوالين هتلاقي اني بتطلع من وبتخش جوه السل وبعد كده بتخش جوه البلازمة وادي بالنسبة لك ادي البوتاسيوم بيخش او سوري بيخش من بيطلع قدامه بوتاسيوم وهتشوف ان الكولورايد للبلازمة طبعا معاه تعالى مع بعد بقى نشوف حتة مهمة جدا 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 في جزئية مين جزئية الهرمون في البداية خالص ان الكيدني بتطلع هرمون مهم جدا وخطير جدا يمكن انا عاوزك تعرف اسمه فقط لغير دلوقتي لانه هيتقال بعد كده اول هرمون منهم اسمه او طبعا ده من الحاجات المهمة جدا المهمة في يعني هو هدفه ان هو يعمل مش هتكلم عليه كتير دلوقتي لانه هيتقال بعد كده بس تعرف ان هرمون بيطلع من الكيدين وبيطلع كنتيجة مين? كنتيجة بالنسبة لك او بالنسبة للسوديم لما السوديم يقل او لما يقل يبتل يطلع وده هيعمل لها كده هنتكلم عليها لما نتكلم قدام شوية تمام? يبقى دي اول نقطة نقطة رقم اتنين وده مهمة قوي هو ما بيطلعش فيتامين دي وما بيطلعش هرمون اه باراتفرمون هرمون ولكن هو بيعمل حاجة مهمة جدا بيعمل حاجة اسمها يعني هو في انزايم جوه الكيدني اسمه انزايم دور انتو هتاخدوها في الفرماكولوجي وهتاخدوها ان شاء الله في برضو علشان يخدموا عننا في الجزئية دي او يقولوا لنا في الحتة دي يعني ايه يوضحها لنا يعني? اه حاجة اسمها اكتيفاشن اوف بايتامين دي اكتيفاشن اوف بايتامين دي بيتم بانزايم اسمه وطبعا انت عارف ان الفايتامين دي بيبقى موجود في من الكوليسترول وبيتحاول عن طريق اللي موجود فيها الانزايم اسمه طبعا ده بيبقى او بيبقى اه بروموتد باي باراثورمون هرمون او باراثيروت هرمون والاكتف فيتامين دي ده مهم جدا علشان يساعد في الهوميوستيسيز من خلال او من ده النقطة رقم اتنين ان هو بيعمل النقطة رقم تلاتة ده بقى هرمون صريح بيخرج منه اسمه ده هرمون صريح بقى يبرج بروتين هرمون بيخرج من الكيدني هو طبعا بيخرج من او بيخرج من الكيدني من نسبة خمسة وتمانين في المية ايتي فايت برسنت السورس بتاعه من الكيدني وففتين برسنت بيطلع من الليبر وففتين برسنت بيطلع من الليبر وإيتي فايت برسنت بيطلع من نين بيطلع من الكيدني طيب علشان كده سموه رينال اريثروبوتين هرمون لانه هو المين بلك بتاعه بيطلع من الكيدني. طيب هو هورمون بيعمل ايه? هو لو احنا بصينا على الكلمة هورمون. يعني ايه? يعني جاء من كلمة يعني كرات دم حمرة يعني اللي هي وكلمة معناها او معناها وبالتالي هو اسمه يعني هدفه الرئيس ان هو يعمل او كرات دم حمرة. وبالتالي هذا الهورمون بيطلع من الكيدني وبيطلع من الليفر بالنسب اللي احنا قلنا عليها بيروح للبون مارو اللي هو نخاع العضل موجودة عندك حاجة اسمها اللي هي بيسموها الخلايا الجزعية. اللي هتعرفه في البلاد ان شاء الله ان هي بيطلع منها اللي هما مين بيطلع منها وبيطلع منها تمام? لما انا ببعت الهورمون ليهم دي بتبتدي تتحول او تتحور لحاجة اسمها وبعد يجري اللي لما تكبر شوية تبقى اسمها اللي هي كرات الدم الحمر. تمام كده? ايه اللي بيزودها? قال لك اللي بيزود خروج الهورمون من الكيدني هو نقص نسبة الاكسوجين في الدم. دي اول نقطة. اللي هي املاح الكوبلد والاندرجين هورمون زي التستوستيرون اللي موجود في الميل. وده بيفصر لي لي الميل بتاعتهم اكتر من يعني كسبب من الاسباب يعني. يبقى بالتالي برضو باي كاتي كولامينز اللي هما وده في حتة بقى ديها معلشة بسيطة هنا كده ان الشخص اللي عنده اللي هو عنده فشل كلاو مزمن معنى كلمة فشل كلاو مزمن يعني ايه يعني الكليا بتاعته وبالتالي ما بتطلعش بتاعتها سواء كانت الكلية واحدة او الكليتين بغض النظر عن الكمية. المهم اني انا لو الشخص ده عنده بيتبعه او بيبقى معاه يعني ايه يعني تلاقي الشخص ده عنده ايه عنده شحوب جامد جدا اعينين اللي هم عندهم فشل كلاو مزمن بتلاقي عندهم جامدة جدا. اه ايه سبب هيقول لك نتيجة يعني الكمية الكبيرة اللي كانت بتطلع في الكيدني من نسبة خمسة وتمائين في المية ما بقيتش بتطلع وبالتالي طبعا الشخص ده هيبقى عنده طيب انا عاوز اقول لك على حاجة مهمة جدا لو الشخص ده عنده وعنده يعني الاتنين مع بعض وده وارد جدا ممكن يحصل يبقى الراجل ده هيبقى عنده لان هو كده لا بقى بيطلع من الكيدني ولا بقى بيطلع من الليفر وبالتالي طبعا كل ما بيحصل مشكلة كل ما هتبقى ايه الموضوع اكبر واخطر تمام? طيب النقطة رقم اربعة اللي هو الهورمونز الباقية في عندك حاجتين بروستا جلاندين اي تو وبروستا جلاندين اي تو بروستا جلاندين اي تو ده سكريتد من طايب وان انترستيشيال ميدالي ريسلز ان كولكتين دكس وايضا بيطلع اللي هو بيسموها هما هدفهم الاتنين اللي هو بيسموها اللي هو بيسموها اللي هو بيوصل كمية الدم المناسبة للكيدني اللي احنا بسميها رينا البلاد فلو وكنسرند مع ورين البلاد فلو. طيب انا عاوز اقول لك على نقطة مهمة جدا اللي هي في الحطة دي. السؤال حتى بتوع الفرماكولوجي هيقول لكم الكلام ده. كل ما الواحد بياخد بيديني فرصة لحدوث رينا الفيلير. حسنا هذا الكلام صحيح ولا غلط? قال لك لا صحيح. يبقى بالتالي كتر الاسبرين كتر الكيتوفان كتر البروفين كتر مش عارف المسكنات الكيتوفان الكلام ده كله هتلاقي عندك مشكلة في الكيدني بعد فترة. ليه? لانه طبعا في الحالة دي بيقفل ميكانزمات معينة في الفرماكولوجي هتاخدوها والكلام ده كله فبيعمل مين بيقلل خروج من الكيدني. وبالتالي لما يقل من الكيدني يؤدي الى اللي احنا بنقول عليهم هما دول. يبقى بالتالي كمية الدم اللي طلعة لما تروح قليلة للكيدني يحصل حاجة اسمها يحصل حاجة اسمها ايه? وهتعرف ان اكتر حاجة تطلع عن الهرمون. يبقى بالتالي علشان كده لو ربطت الكلمتين وبعض هتلاقي بيطلع لانه طبعا لو قال لا هيؤدي لحدوث وبالتالي هيؤدي لحدوث مين? ان هيطلع علشان يعمل زي ما هنعرف قدام شوية. تمام? يبقى هنا خلاصة الكلام هتلاقي ان من خلال ان هي بتمنع تمام? شكرا ليكم يا شباب وده اول جزء ان شاء الله خلصناه بالنسبة لك الفيسيولوجيكا الفونكشن او دا كيدني والاناتومي كده حاجات خفيفة جدا اه على الاورانياري سيستم واتمنى ان شاء الله ان تكونوا استفدتوا واشوفكم على خير بازن الله مع الف سلام. اشتركوا في القناة